اشتركوا في القناة الى ولاية تمرست سوف يكون من نوع تاني يعني زوج ارويقة في كل اتجاه وذلك يعني بالنظر الى حركة المورور التي تعتبر ضعيفة مقارنة بما هو موجود في الشمال اذا لا داعي لانشاء ثلث ارويقة او انشاء طريق سيار من نوع الاول اذا ما فيهش يعني الكثافة المورورية اللازمة واحنا نعرف بان هذه المشاريع ثاقيلة عندها تطلب ميزانية ثاقيلة جدا حوالي واحد مليون دولار لكل واحد كيلومتر انتع طريق سيار اذا في هذا يعني بهذا يعني الاطار نخليكم تتعرفوا على الاشغال انتع الازدواجية انتع طريق سيار رقم وطريق الوطني رقم واحد اللي يربط منطقة الشفة بولاد بوليدا الى حدود عين قزام بالجنوب الجزائري لامتداد حوالي الفين ومتين كيلومتر اذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو والسلام عليكم بعد تدشين المحول الشمالي لمدينة بريان ينتظر مستعمل والطريق الوطني رقم واحد العابر للصحراء اتمام الاشغال في هذا المحول الجنوبي ليكون انجازا نوعيا لقطاع الاشغال العمومية والطرقات في ولاية غردايا استؤنفت الاشغال بواتيرة متسارعة لتدارك التأخر المسجن وقد حرصت السلطات المحلية على اتمام المشروع ما يعكس الاهمية البالغة التي تليها الدولة لهذا الطريق العابر للصحراء والعصب الذي يربط شمال البلاد بجنوبها ماذا بنا يكمل هذا الفيديو في اقرب بقت باتقص ان الحوالي المرور لزاكسيدو وحنا رانا في مدران في عشرين عام نخدم الطريق هذه سهلونا دنيا هذا الفيديو ان شاء الله بربي يزيدوا اكتيفونا فيه يكمله لوحد يلقى رحتو شوية مع الطريق يقصل لزاكسيدو ويقصل ماذا بنا احنا سلامات على الناس كامل ان شاء الله والله يبارك اللي يشوفي حاجة زينة وره يربط فاني كمين ره يربط من الشمال يربط طريق الجنوب وشاء الله يكون انبريس للولاية هذه طريق شاب الله يبارك دبلوبوا من يحق يتقل المحاوات في المرور ويساعد الوزن الفاقيل من اللافت ان هذه الطريق تكتسي اهمية استراتيجية واقتصادية بالغة لانها تربط منطقات حسيم سعود وحسير مال النفطيتين ان شاء الله يكون فكر للغبن وتخفيف من عب على متفقي هذا الطريق بل اضافة الى انه يعطي قيمة امنية وقيمة اقتصادية وقيمة اجتماعية كذلك وجمالية لهذا الطريق الوطني رقم واحد ذو البعد يعني الوطني الهم والهم جدا جدا المحاول الثاني الجنوب لمدينة بريان كذلك ان شاء الله يكون في اقرب الاوقات راح نعمله ان شاء الله مجهودنا بش يوضع في الخدمة بصفة انية بصفة اكيدة قبل نهاية السنة الجارية وبما ان المشروع قيد الانجاز يقع على الطريق الوطني رقم واحد الذي يعد شريان الحركية نحو الجنوب فان تسليمه قريبا سيطفن سيابية مرورية ويعزز من التعاملات الاقتصادية